اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان خلاص أيام قليلة بنودع رمضان ربنا يعود علينا الأيام دايما بالخير والبركة والرحمة وكمان بنودع موسم درامي رمضان قوي جدا أبطال وقصص وحكايات وأضايا كتير عشنا معاها طول الشهر الكريم عندنا الحقيقة تنوع مبهج من المسلسلات ونخبة كبيرة من نجومنا الكبار والنجوم الشباب المنوارين هذا الموسم تابعنا مع حضراتكم خلال الشهر الكريم يمكن أهم اللقطات اللي حصلت في المسلسلات أهم المشاهد اللي الناس تأثرت بيها كل الترندات اللي حصلت قربنا التفاصيل كتيرة موجودة داخل الأعمال الفنية سواء مع الأبطال مع المؤلفين مع صمناع العمل خلونا النهاردة نتكلم بشكل عام عن مميزات هذا الموسم الرمضاني الدرامي مع ناقد الفني رامي المتولي أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك فني بصفة عام ما شايف إيه أكتر حاجة مسيطرة على الموسم دو يمكن إحنا عندنا تنوع الحقيقة في الموسم لكن لو شايف في صفات غلبة على الموسم السندي إيه هو التنوع زي ما حاك قلت يعني الفروع نفسها فيها أنواع بكل الأشكال والصور الكوميديا شفنا كوميديا فرس شفنا كوميديا موقف في كوميديا سودة كمان في أكتر من مسلسل شعبي بتنوعات جريمة وبعد اجتماعي شفنا تبقى عن توقف عند الدرامو الشعبية الدرامو الشعبية السندي قدمت إيه جديد عن اللي كانت بتتناوله في السنوات اللي فاتت لأنه على وجه التحديد كان فيه انتقاضات كتير لطريقة تقديم الشارع المصري والحارة المصرية في لقطات معينة السندي هل هم تداركوا هذه المواقف ولا لا؟ هي الفكرة مش مش في الانتقاضات اللي بتوجه يعني عادة الانتقاضات دي حقيقة هتلاقيها موجودة طول الوقت في مساحات من الحرية بتوفرها وسائل التواصل الاجتماعي ففي ناس بتحط قراء ممكن تكون القراء دي يعني مش منطقية فيها بعض العوار والأخطاء لكن في طول الوقت في اتجاه كده ان هو يحمل الدراما الشعبية مسئولية زيادة البلطجة او زيادة الجريمة وده مش حقيقي يعني ده حاجة المسلسلات اللي من النوعية دي ملهاش اي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بان هي تزود الحالة دي تحت اي ظرف يعني على العكس الاعمال دي بتبقى متأثرة بالشارع هي بتنقل صورة من الشارع وصورة مخففة يعني عادة بيبقى الشارع بيبقى اقوى من كده واعنف من كده بمراحل فالأراء اللي من النوع ده انا بشوف ان هي مش حقيقية ومش مؤثرة على الاعمال الفايصل الحقيقي هو جودة العمل نفسه وده حاصل يمكن نقدر بيقول في عملين ماشيين بالتوازي مع بعض اللي هو المعلم وحق عرب المعلم واخد صفة واخد عفوا تيمية تلينتاني في شدات كميرة طبعا بجانب اداء النجم مصطفى شعبان بصهر الصيغ في المسلسل طبعا بصهر الصيغ وطبعا احمد بدير احمد فؤاد سليم علاء زينهم يعني في اسمائك تحسن العدل ففي اكتر من اسم في المسلسل قدموا اداء جيد جدا سلوى خطاب انتصار طريق النهري منزل ريحنا في اسمائك كتير ميران عبدالوارس يعني حتى من الشباب ميران عبدالوارس مقدمة دور جيد جدا ومختلف تماما عن الصورة الزهنية لها اللي موجودة فيه عند المشاهدين وعند الجمهور طبعا عند النقطة دي اللي قدر السنة دي انه يغير جلده زي ما بيقولوا كده ويكسر صورة معينة بالنسبة لكل النجوم سواء السيدات او الرجال مين النجم انت شايف انه قدر يعمل ده ويغير انا مثلا في رأيي النجم ياسر جلال اه طبعا في جودر هو يعني ده تحدي كبير بعد مجموعة من الادوار التاريخية والاجتماعية ان احنا نشوفه في الف ليلة هي الفكرة عندي ياسر ان ياسر طول الوقت فيه تحديات يعني في لمس اكتاف كان حاطت نفسه في مساحة الرياضة ومساحة ان هو بيقدمه كان مقنع جدا قدم مسلسل شعبي قدم مسلسل نقدر نقول ان هو ليه بعد سياسي اللي هو ظل الرئيس يعني فيه تنوع طول الوقت فيه مسيرة ياسر جلال وصولا الى الف ليلة وليلة وهي دي اللي فيها تحدي تاني ان هو تقريبا بيقدم شخصيتين هو باني اداء لكل شخصية بشكل منفرد وطبيعة الشخصيتين مختلفتين تماما سواء كانت جودر او شهريار فالفكرة هنا ان الدور نفسه تحدي وانا شايف ان ياسر جلال طول الوقت بغير جلته يعني هو كان كمان عنده خيار صعب جدا فيه الاختيار ان هو يقدر يخرج من عبائة التقليد وعبائة ان هو يطلع صورة جافة او صورة بس بتعتمد على التقليد للاحداث التاريخية اللي عاشها سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي في وقت كانت فيه فترة حالكة جدا على العكس هو قدم اداء يعني انا شايف ان هو حاوي جدا قدري جيب روح للشخصية ويحط لها سمات انعكست على الشاشة والجمهور تفاعل معها طيب التالي هو طول الوقت عنده تحديات وهو بيتخطى التحديات دي لان هو في رأي واحد من اهم الممثلين اللي موجودين على الساحة حاليا الى جانب اسماء اخرى طبعا مين كمان غير يا سيد يعني طبعا كريم عبدالعزيز يعني كريم عبدالعزيز قادر ان هو قادر ان حببنا في حسن الصباح هو مش بس كريم بكل كارزميته والقاعدة الشعبية العريضة اللي موجودة في مصر فحبهم لكريم وتقدرهم ليه كممثل يعني مش بس اهتمامهم بيه كممثل عنده امكانيات وقدرات وموهبة لا هو فيه محبة قدرات تفوق اي قدرات كنا متوقعينها من كريم عبدالعزيز بس هو كمان الشخصية نفسها بتصير الاعجاب او بتصير التقدير بس في النهاية احنا قدام سفاح قدام ارهابي يعني في نمازج كتير جدا على مدار التاريخ بتحظى بنفس الحالة المتنقدة دي ان انت بتحترمي هذا الرجل بتحترمي زكاؤه في نفس الوقت بتكرهي افعاله هتلر نفس النظام هولاكو نفس النظام قبلاي خان نفس النظام فهي طول الوقت فيه سفاحين موجودين في التاريخ ودمويين جدا ولكن هما كانوا اسكية وكان عندهم صفات شخصية بتخليك على الاقل بتحترمهم او بيكون فيه مساحة الانبهار بالشخصية لكن يمكن ده كان حاصل في النص الاول من المسلسل واعتقد انه كان مقصود علشان يتطربت حالة ما بين الجمهور وما بين الشخصية دي وتعرف وتفهم ازاي الناس بيكونوا مريدين بالزبط ليه بدلاله ده ولما نتنقل للنص التاني اللي بيبتدي بقى عنفه بتبتدي اوهامه هو كشخص تظهر بيبتدي الجمهور ياخد الضد يبتدي يتفاعل مع الشخصية بشكل بياخد الصدمة وبيتفاعل الحالة المسلسل من الحلقة الاولى لحد النهاردة شدد الجمهور بشكل كبير مسلسل الحشاشين من المسلسلات التلاتين حال قال انت ما تقدرش تفوت دي حالة تفوت المقدمة اللي بيقولها احمد الرفعي في البداية لان دي بتؤثر على الاحداث ويمكن كان الجمهور في الاول كان متغافل على النقطة دي وده تسبب انهما فيه اجزاء كتير جدا في الدراما وفي الخصة ما فهمهاش بسبب ان هما تخيلوا ان المقدمة دي مش مهمة بس عايز اقول حيك برضو اضيف نقطة مهمة جدا في مسلسل الحشاشين هي فكرة اظهار الجانب الشرير او الجانب السيء في شخصية حسن الصباح كان عامل من العوامل الرئيسية في ان هي تظهر بهذا الشكل هو الشخصية دونيا زادي اللي قدمتها الفنانة ميرنا نوردين ميرنا نوردين الحية در هاية يعني اداءها مبهر اداء فارق جدا وبالنتهي الهدوء والثقة الشديدة يعني وهي قدام كريم عبدالعزيز يعني هذه الخبرة وهذا الكم من القلق وهي بتأدي قدامه مشاهد انا شايف ان هي من الافضل في رمضان نجوم شباب كتير تقلقوا في هذا الموسم هنتكلم عليهم لكن استأذن حضرتك استاذ رامي هنروح لفاصل ونرجع مستمرين في حدثنا عن حصاد موسم دراما رمضان السندي اهلا بحضرتكم من جديد في كل مكان ومستمرين عن حدثنا عن حصاد موسم دراما رمضان السندي والحقيقة كنا نتكلم مع ناقد الفاني رامي متولي قبل الفاصل عن النجوم الشباب اللي تقلقوا في رمضان وزهور قاعدة الحقيقة من النجوم الشباب اللي اكيد السوق كان محتاج ده وشايفينه متصدرين بشكل كبير وده شفنا يمكن كان دي الحالة اللي بتنقلها المنصات قبل موسم رمضان ويمكن كان ده تحضير ليهم بشكل كبير وكان استقبال الناس ليهم حافل جدا سواء مسلسلات بلتو حالة خاصة حقيقة كان فيه يعني حالة من الفرحة بالنجوم شباب يتصدروا المشهد اتعززت في دراما رمضان شايف ده ازاي هي الحقيقة ان ده نتاج جهد بقاله اكتر من سنتين فيه قاعدة تبنت ومنهج واضح خطة للعرض مستمرة من ستمبر 2022 الشركة المتحدة تقريبا من الوقت ده بتعرض بشكل منتظم مسلسل او مسلسلين شهرين ففي الفترة دي كلها ظهر عدد كبير جدا من النجوم الشباب لقوا فرصة واثنين وثلاثة لغاية ما وصلنا لموسم رمضان عشرين اربعة وعشرين اللي فيه اكتر من حوالي اتنين وعشرين مسلسل ما بين الانيميشن وما بين المسلسلات اللايف اكشن بتنوعاتها كلها سواء كانت طويلة او قصيرة فالفكرة هنا ان العدد الكبير ده من المسلسلات كان محتاج نجوم محتاج شخصيات محتاج حتى فنانين خلف الكاميرات علشان المستوى المبهر ده يطلع كل ده ما كانش هيبقى متاح لو ما كانش عندنا اوف سيزون متنظم اوف سيزون فيه انتاج مستمر وتكونت بنية تحتية للصناعة احنا شايفين اثارها موجودة حاليا لكن هي مش موسم ده مش موسم رمضان عشرين اربعة وعشرين ده نتاج الجهد اللي بقى له اكتر من سنتين الاسماء ممكن تكون في موقع البطولة زي عصام عمر واحمد داش دي تقريبا نقدر نقول تاني بطولة لكل واحد فيهم وفيه في الادوار التانية زي محمد دمراوي احمد كشك في جودر احمد عبدالوهاب في الحشاشين احمد عبدالوهاب في الحشاشين فيه احمد عبدالحميد فيه اسماء تانية كتير يعني موجودة فيه الاطفال يعني احنا عندنا الاطفال السنة دي في اكتر من مسلسل فيه ميم وفيه كمان المعلم ففيه عندي اكتر من طفل حسن يعني عمل بهجة كبيرة بالزبط دي حقيقة دي حقيقة فالفكرة هنا ان احنا عندنا قاعدة كبيرة جدا والاسماء يعني خلت المنافسة قوية عدد المسلسلات ده هل شايف انه فيه اعمال بعينها تظلمت لو كانت عرضت برا الموسم كان ممكن تتشاف اكتر من كده يعني نوعا ما يعني انا مثلا شايف من الاعمال دي صد العقارب يمكن كان القصة فيها نوع من انواع التشويق وفيها مساحات من الحركة اللي بيحبها الجمهور فكرة الانتقام وسرع العائلتين هي بتلعب على تيمي تروميا وجوليات طبعا بخلاف ان فيه تفوق في التمثيل عند اكتر من ممثل في المسلسل محمد علاء جاميكا محمد علي رزق طبعا عمل دور عظيم جدا يمكن واحد من افضل الشخصيات اللي قدمها ومن اصعبها على الاطلاق لان هو بيقدم شخصية بتعاني من اعاقة جسدية لكن شخصيته هي شخصية معادل للخير في فعلته وبيحاول تو الوقت ان هو يحل المشاكل بشكل سلمي كانت ايش دات واسعة على مواقع تواصل الاجتماعي جدا لان هو بصراحة اداء وكان قوي الشخصيا فلا تتش منه خالص رغم ان هي بتطلالة باداء جسدي يعني نقدر نقول صعب جدا لكن هو كان متمكن وهو من العلامات المضيئة في المسلسل ده فالفكرة هنا ان فيه اعتقد المسلسل ده ممكن ياخد مساحة اكبر لو خرج بره رمضان بس انا عايز كمان اشير لمغامرة نقدر نقول ان هي مغامرة محسوبة ووقتت نتائج جيدة جدا هي لحظة غضب يعني لحظة غضب كان فيه خيار ان هو عمل اصلي الواتشت ويتعرض على المنصة فقط ما يتعرضش على الشاشة وده نظرا لطبيعته هو مسلسل كوميديا سودة خلف الكاميرا احنا بنشوف مخرج في تاني تاني تجربة ليه هو عبدالعزيز كان عامل حالة خاصة ودلوقتي عامل عبدالعزيز النجار عامل لحظة غضب محمد مهب كاتب السيناريو بتاع لحظة غضب برضو مع عناصر عندها خبرة زي محمد شهين وصبا مبارك وصفوة وعدد اخر من الممثلين في العمل العمل نفسه البيئة بتاعته وشكله وطبيعته مناسبة اكتر ان هي تكون موجهة لشريحة الشباب اللي بيها هو النوعية دي من بالزبط فانا شايف ان هي كانت برضو مغامرة نحن نحمل على المنصة فقط ما نروحش ناحية التلفزيون ونوجه مسلسل للجمهور الخاص بالمنصة نعمل له حاجة سبيشل ليه ودي نجح اعتقد لحد كبير ويمكن من التجارب السابقة على منصة ووتشت ونجحها وصداها الكبير كان عندهم الجرء انهم يرجع في مسم رمضان انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا ونقد الفاني رامي المتولي شكرا جزيلا على وجود شكرا لحضرتك الفاني دلوقتي كده وصلنا مع حضرتكم لنهاية حلقتنا دايما نشوفكم على الف خير وكل سنة وحضرتكم طيبين اشتركوا في القناة